اهلا بكم إلى حلقة جديدة من مال وأعمال أنا إنجي طاهر نستضيف اليوم المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والخبير الصناعي وهذا للحديث عن تنفيذ ثوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بوضع حوافز للقطاع الصناعي كما سنستضيف المهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي والحديث معه سيكون حول مسألة هل سيكون ذكاء الصناعي الحل لخفط البصمة الكربونية للتكنولوجيا لكن البداية دائما مع أبرز الأخبار يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكان في استقبال مدبولي في مطار نيروبي السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر لدى كينيا وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ كوب 27 نلقي نظرة على مؤشرات البورسة المصرية التي ارتفعت في ختم تعاملات اليوم حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 18910 نقاط كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ليغلق عند مستوى 3830 نقطة بينما صعد مؤشر EGX 100 بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 5603 نقاط تقريبا ننتقل الى شأن العالمي حيث اشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بمحادثات مثمرة وجوهرية مع كبار المسؤولين في بكين وذلك في ختم زيارة الى الصين واشارت المسؤولة الى ان المباحثات تطرقت الى الوضع الاقتصادي العالمي والتطورات في الصين والاجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية للدفع قدما بهدف النمو وتعد زيارة جورجيفا الى الصين ضمن جولة اسيوية تشمل جاكارتا حيث ستحضر قمة قادة رابطة جنوب شرق اسيا اسيان وذلك قبل انتقالها الى نيودالهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين نذهب الى المانيا حيث تراجعت صادرة السلع الالمانية خلال يوليو بنسبة 19% على اساس شهري مقابل تراجع 1% بنفس الشهر من العام الماضي يتي هذا بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.14% وهبط قيمة الفائد التجاري الى 15 مليار وتسعمائة مليون يورو مقابل 18 مليار وسبعمائة مليون يورو في يونيو وذلك مع تراجع الشحنات الى المملكة المتحدة وارتفاع الصادرات الى الولايات المتحدة بنسبة 25% وزيادة الصادرات طبعا الى الصين بنسبة 21% وهو ما يشير الى بداية ضعيفة في اكبر اقتصاد اوروبي خلال الربع الثالث ويعكس كذلك ضعف الطلب العالمي على السلع من المانيا الى بريطانيا حيث اكد وزير المالية جاري مي هانت ان حكومته ما زالت تسير على طريق الصحيح للوفاء بتعهداتها لتقليص التضخم الى النصف هذا العام الى نحو 5% مشيرا الى ان القرارات التي اقرتها الحكومة كانت صحيحة على المدى الطويل للاقتصاد البريطاني وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخفض التضخم الى حوالي 5% هذا العام وهو واحد من الوعود الرئيسية التي قال ان الناخبين يتعين ان يحكموا بمجبها على حكومته عندما يذهبون الى صندوق الاقتراع في الانتخابات المقرر ان تجرى بحلول يناير 2025 ودفع ارتفاع اسعار المستهلكين بعد وباء كورونا واندلاع الازمة الروسية الاوكرانية معدل التضخم الى اعلى مستوياته منذ اربعة عقود عند احد عشر وعشر بالمئة في العام الماضي استفع سهم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة كونتري جاردن بنحو 20% في تعاملات اليوم بعض ما وافق الدائنون خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي على اعادة هيكلة مدفوعات سندات مقومة باليوان بقيمة اربعة مليارات يوان اي ما يعادل 550 مليون دولار كانت تستحق يوم السبت وذكرت كونتري جاردن في بيان الى حامل سندات انها حصلت على موافقة بنسبة 56.8% من الدائنين الصينيين في التصويت كما ان الاتفاق سمح للشركة بسداد الديون عن طريق سلسلة من الاقصاد على مدار ثلاث سنوات ومنح ذلك الاتفاق الشركة الصينية المزيد من الوقت في محاولاتها نحو الوفاء بالتزامات مدفوعاتها المحلية وكذلك الدولية قال وزير الاقتصاد الايطالي جانكارلو جورجيتي ان ايطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الانتاج المسجل في الربع الثاني واظهرت البيانات ان الناتج المحلية الاجمالية الايطالي تقلس 14% في الربع الثاني مقارنة بالربع الاول وانكمش قطاع التصنيع في اغسطس لخامس شهر وحددت ايطاليا هدف نمو يبلغ 1.5% للعام المقبل وهو ما يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الاوروبي لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي نذهب الى روسيا حيث صرح نائب وزير المالية الروسي بان بلاده لن تسمح للبنوك الاجنبية بمغادرة السوق بسهولة مضيفا ان ذلك سيعتمد على قرار رفع تجميد الاصول الروسية وجمدت الدول الغربية وحلفاؤها حوالي 300 مليار دولار من اصول البنك المركزي الروسي في الخارج كجزء من عقوباتهم على روسيا بعد الازمة الاوكرانية بعد الفاصل لقاء مع المهندس محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات والخبير الصناعي والحديث حول توجيهات الرئيس السيسي للحكومة للتوسع في منح الرخص الصناعية للمستثمرين ابقوا معنا اهلا بكم من جديد وإلى هذا النبأ العاجل حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلمة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهني بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة وقد وجه الرئيس السيسي بالحرص على ان يتكامل انشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية لتطوير الشامل لمنظومة التقادي بالدولة خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية وكذلك تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية تواصل الدولة جهودها لدعم الصناعة الوطنية والاستثمارات الانتاجية حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع توطين الصناعة وتتضمن الحزمة التوسعة في منح الرخص الذهبية طبعا من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية ذات الأولوية للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الملف ينضم إلينا في الستوديو المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والخبير الصناعي أهلا وسهلا يا باش مهندس أهلا بحاجة كفانا والسهداء المشاهدين باش مهندس في البداية يعني المحاور التي تعمل عليها الدولة في تشجيع صناعة المنتج المحلي وتوطين مستلزمات الانتاج تحديدا في هذه المرحلة هي أي الحقيقة دي قناعة طبعا القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اليوم الأول لتوليه أو الترشح في الفترة الانتخابية الأولى وهو اجتمع معنا وكان دائما عنده إيمان قوي جدا طبعا بقوة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في المرحلة القادمة والحقيقة ما كانش فيه حتى أزمات في هذه الفترة لكن كان فيه تصور ما أولا للاهتمام بالمشارعات الصغيرة اللي احنا بنطلق عليها المشارعات المغزية وما زال طبعا يعني هذه القناعة موجودة لدى السيد الرئيس الجمهورية أن هي دي قاطرة تقدم كل الصناعات وكل الدول يعني تجدني ألمانيا أكتر من 80% من المشارعات هي مشارعات صغيرة ومتوسطة فاعتقدني الاهتمام بهذا القطاع مهم جدا من الممكن جدا أنه هو طبعا يعمل على فكرة تشبيك الصناعات الصغيرة مع الكينات الكبرى الموجودة وطبعا نصل لها بقى طويل جدا في كل القطاعات الصناعية وبناء عليه أعتقد حتى الضرورة الآن ونتيجة الأزمات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد وتأثر عمليات الشح أعتقد أن بقى من الهمية بمكان أن الدولة طول اهتمام وزارة الصناعة تحديدا بتشتغل على هذا الملف بتوطين الصناعات المغزية للصناعات الكبرى بحيث أن نحن نستغنى عن كتير جدا من الوردات وطبعا أعتقد أنه ممكن جدا يحسن من أداء الصناعة في الوقت الحالي والمستقبل أيضا بحيث نقدر أن نحن ننافس داخليا وخارجيا فيما يتعلق طبعا بالصناعات التحولية سواء للسوق المحلي أو للتصدير طيب مهندس حضرتك تكلمت عن عدد من الأزمات اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي عامة الآن إيه آليات الدولة في تحقيق هذا الهدف لو هنتكلم عن توطين مستلزمات الانتاج تحديدا وتشجيع صناعة المنتج المحلي خاصة مع وجود كل هذه العقبات العالمية الحقيقة الدولة اللي هي تقول وجهد دائما طبعا بتقدم نفسها كدعم للصناعة وإحنا حتى في التحقيق الصناعات بنحيي هذا التواجه لأنه في كل الأحوال يعني الصناعة هي قاطرة تقدم كل الدولة صحيح ففي مصر أعتقد أن القطاع الصناعي قطاع قوي جدا في الفترة الماضية الصناعة تطور تطور هائل أصبح هناك طبعا تطبيق للمواصفات القياسية بالمعايير العالمية وده شيء ياخدنا لمنطقة أخرى يعني أعتقد أن الفترة القادمة التواجه للتصدير حيبه هدف للدولة وعشان كده قلت لحضرتك لابد أن احنا نشبك العلاقة بين الصناعات المغزية والصناعات الكبرى عشان نقلل التكلفة من حيث الوردات اللي طبعا أصبحت النهاردة مع رتفاع سعر العملة يعني أرقام كبيرة جدا وأحيانا بتبقى معجزة للقطاع الصناعي في المنافسة فأعتقد أن تواجه الدولة الآن وزارة الصناعة تحديدا وهي بتعمل على توطين كثير من الصناعات المغزية في الفترة القادمة ده يبقى له أهمية كوصفة أنه هو أولا يزيد من تنافسية الصناعة في البرحلة القادمة إن شاء الله فيما يتعلق تحديدا يعني عملية التصدير أكتر حتى وأيضا تأثيرها على السوق المحلي وخفض الأسعار طيب دلوقتي حضرتك اتكلمت عن قطاعات تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وحتى تنبأت أنه في قطاعات هتكون رائدة لو هنتكلم عن التصدير إيه أبرز هذه القطاعات؟ الحقيقة يعني زي ما احنا دايما بنقول غالبا بيبقى كل الأزمات أو كل المحن ممكن تؤتي بمنحة يعني الفترة الحالية ونتيجة الأزمات العالمية ويقفل أنبوغ الغاز مثلا على أوروبا أصبح عندك فرصة كبيرة جدا فيه أولا عندما تحدث سيد الرئيس مؤخرا عن الحوافز كان بيكلم عن الصناعات الاستراتيجية اللي هي غالبا أولا كثيفة استخدام للغاز وهي أيضا بالضرورة كثيفة استخدام للعمالة فممكن جدا تؤثر أولا فيه يعني فرص تشغيل كبيرة جدا للشباب خلينا نقف عند النقطة دي يا رجل مهندس لأن النقطة دي مهمة جدا الحقيقة بس خليني أنتقل إلى هذا الخبر العاجل اللي وردنا الآن أنه عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السماكية والأحياء المائية حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية لسيما في مجال تنمية الثروة السماكية والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة إذن حتى في هذا الخبر العجل يا بش مهندس جت النقطة المتعلقة بتوفير مزيد من فرص العمل وبتشجيع مزيد من القطاعات اللي يمكن ما كانتش واخدة حقها قوي على مدار العقود السابقة نرجع للنقطة دي وياريت لو حضرتك تشرح لنا أهمية هذه النقطة دي أو تأثيرتها في هذا التوقيت التحديدا هو طبعا دي استراتيجية عامة للدولة وفكر أعتقد ما فكر يعني رائع لرئيس الجمهورية لأن احنا عندنا قطاعات النهاردة بتشتغل تبقى طبعا للبنية التحتية أو ما تم في الفترة الماضية والمشروعات القومية في مشروعات تأخرت كثيرا أو تم تأجيلها أو رجعها فالنهاردة بقى فيه أعتقد يعني ضرورة قصوى لتشغيل الشباب في مشروعات أولا يعني مشروعات أخرى ودائمة الصناعة من المشروعات الدائمة واللي بتعطي مزايا دائمة للعامل أعتقد بتنال رضا شعبي لدى الشباب يعني أعتقد أن ده له تأثير قوي جدا على الأمن الاجتماعي في مصر في المرحلة القادمة طيب باش مهندس لو هنتكلم عن خطوات الدولة في هذا الملف لازم نتكلم عن مسألة طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ومسألة سرعة إصدار الترخيص أي دور مثل هذه الخطوات في تشجيع القطاع الصناعي في المرحلة هو طبعا يعني الأراضي في مرحلة سابقة نتيجة النضرة اللي حصلت في الأراضي المرفقة أصبح أسعارها يعني تقريبا معجزة للقطاع الصناعي وهنا يعني الحكومة تلقفت هذا الأمر وبدأت تعمل وده كان دولة رئيس الوزراء صرح زم عادي قلت بتوجيه رئاسي أن يتم منح الأراضي طبعا بسعر الترفيق فقط وأعتقد ده يعني ده موضرة ما حصلتش في السنوات السابقة يعني فده شيء مهم جدا لأنه أعتقد أن الأرض هي أهميتها أن هي ما يقام عليها المشروع يعني ما ينفعش نعمل مصنع من غير ما يبقى فيه أرض فمصر بتسخر أولا بحجم ومساحة أراضي كبيرة جدا فما فيش مشكلة أن احنا حتى لن يأتي مستثمر ويأخذ الأرض على كهله ويرحل يعني أعتقد أن احنا في كل الأحوال هذه الصناعات هتظل قائمة وحتظل أيضا تولي الدرايب للدولة اللي هي بتمثل 85% من موازنة الدولة فده فكر أعتقد جاي جدا إذا ما تم طبعا الأخذ بكل التوجهات الرئاسية وطبعا ما صرح به دولة رئيس الوزراء أعتقد في الفترة القادمة حيتم جذب كثير جدا من المشروعات الصناعية فيه زي ما أقول لها السلع كثيفة الاستخدام للأعمالة وده ممكن جدا يساعد فيه تقليل طبعا حجم البطالة في الشباب وعلى ما يبدو كمان يا بش مهندس أنه النقطة دي بالذات هتلاقي صدى عند المستثمرين أو اللي بيشتغلوا في مجالات الصناعة خاصة بعد تغيير الفكر المتعلق بأنه فيه نطاق جغرافي معين لازم تكون الصناعات متركزة فيه علشان الشحن وعلشان الكذا دلوقتي فكرة الموانئ الجافة فكرة تطوير هذه الشبكة بشكل عام أكيد هيفرق مش كده؟ هي الدولة تقريبا يعني قامت بـ 80% مما يجب يعني أولا إنشاؤه لعمل بنية أولا حديثك بنتكلم على صناعة وبنتكلم على تحويل مصر المنطقة اللوجستية في المرحلة القادمة اتساع الموانئ ومصر بتسخر طبعا بسواحل على البحر الأحمر والبحر الأبيض والنيل طبعا أعتقد نحن ممكن جدا نبقى مركز نتيجة ما حابانا فيه ربنا من هذا الموقع المتميز تبقى مركز تجارة العالم وأيضا ممكن تصبحي مصنع العالم في الفترة القادمة زي ما أنا قلت نتيجة التوترات العالمية ونتيجة تهدرة كثير جدا من الصناعات من شر الأسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وتحديدا موجود في دبي وموجود في المعرب كثير منها وتستطيع مصر أن تجزب المزيد من الصناعات أو زي ما أنا قلت حتى الصناعات السراتيجية أو الصناعات السقيلة اللي ممكن جدا تعود أوروبا عن الصناعات اللي توقفت نتيجة ضعف طبعا إمدادات الغاز الروسي طبعا وحتى يعني بنشوف فيه مسبقة بين كل الدول فيه تسابق دايما حول جذب هذه النوعية من الشركات حتى قانون التدخم الأمريكي اللي عمل أزمة بين الولايات المتحدة وبين أوروبا بسبب مسألة محاولة استقطاب هذه الشركات فطبعا هي فعلا فرصة زي ما حضرتك ذكرت طيب لو هنتكلم عن المشروعات الصناعية الكبرى لازم نتكلم عن فكرة الرخصة الذهبية وحتى القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى لاستثمار وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية لأي مدى حضرتك لمست أنه ده كان ليه أصداء على تشجيع المشروعات الصناعية الكبرى هو قولا واحدا العالم كله ورجال الأعمال تحديدا القيمة الأهم عنده هي الوقت يعني لا يستطيع أحد أنه يجي عشان ينشئ مصنع ويحاول رؤوس أموال وينتظر سبع تمن شهور عشان يحصل على ترخيص لبدء الإنتاج ده بالنسبة لهم كان شيء يعني بيعوق تقريبا يعني دعوة المستثمرين فهذا الأمر أعتقد هو من الأهمية بمكان وفكرة طبعا الرخصة الذهبية مش بس منح رخصة ده هو هي نفس فكرة الشباك الواحد أن تتولى جهة ما أو جهة محددة يعني إصدار كافة الترخيص والتعامل فيما بينها حتى يعني عشان ما يلفش للمستثمر الصناعي تحديدا على 23-24 جهة يستغرق فيها وقت طويل وقد يخرجه من السوق قبل أن يبدأ إنتاج طيب دور خريطة الاستثمار الصناعي لو هنتكلم عن مراحلها الخمسة المختلفة دورها إيه في دعم هذا القطاع في المرحلة دي رغم أنه يعني زي ما حضرتك بدأت حديثك في البداية أنه الاقتصاد العالمي بيواجه عدد كبير من العرقيل وعرقيل صعبة والحقيقة يعني أولا وضع خريطة ده شيء مهم جدا لأن فكرة التوسع العشوائي ما أعتقدش أنه هو بقى مطلوب في الفترة الحالية لابد إحنا عندنا صناعات مثلا فيها مصانع قائمة من سنوات طويلة لابد أن إحنا نجذب صناعات بالضرورة أن تكون أولا لها محطات تصديرية أو بتستهدف التصدير بشكل أساسي الشيء الثاني أن تنقل التكنولوجيا لمصر لأن العالم دائما بيحدث أدواته يعني كل الأدوات القديمة لم تقعد صالحة في هذا العصر لاستخدامها مرة أخرى أو عادت استخدامها عشان كده بقول لحضرتك الدولة العزمة واعتقد أن حتى التواجه أيضا الحكومي وتواجه رئيس الجمهورية أنه قال لن يبقى فيه ظهير لكل محافظة بحيث أن احنا أولا ندور على المزايا النسبية في كل محافظة أن احنا يستسبر هذه المزايا في إقامة صناعات تعتمد على ما لديها من ثروات يعني قد يكون مثلا في صعيد مصر كثير جدا من الشباب في سن العمل ممكن الصناعات اللي بتستخدم عملة كثيفة تقام في هذه المنطقة تستثمر هذه المزايا مثلا ممكن نقيم وهكذا يعني في كل مكان وزي ما حصل في الفترة الماضية أن احنا أنشأنا كثير جدا من المجمعات الصناعية المتخصصة وزي مدينة دمياط وزي مرغم مثلا للبلاستي يعني احنا بنقيم صناعات أعتقد هو ده العالم كله بيتواجه كده يعني بيجسف الصناعات عشان تقدري كمان سلاسل إمدادة تكون قريبة منها حتى لا يكون هناك هدر أو تحمل لنفقات زائدة في نقل متخلات الإنتاج لتلك الصناعة طيب في هذه اللحظة وإحنا بنتكلم يا بش مهندس إحنا استعرضنا عدد كبير من جهود الدولة في تذليل بعض العقبات أمام المستثمر أو عموما اللي بيشتغل في مجال الصناعة إيه أهم الصعوبات اللي بتواجه المستثمر بشكل عام في هذه المرحلة؟ الحقيقة يعني ما زلنا بنتكلم عن البيروقراطية يعني حيثك عندما يصدر قرار رئاسي أو عندما يتناول مثلا رئيس وزير الصناعة قرار نحن نصدق أو نسق فيما يقال ولكن لما بينزل المصاويات الأدنى بتجدي أن هناك ناس بتراهن دائما على فكرة يعني الاستخدام زي ما احنا قولنا البيروقراطية أو تعطيل المشروعات بلا هدف إلا أنه يعني هو تقريبا إيه فيه تبهات كده يعني هو تعود أنه يجيب المستثمر يقفه قدام ويعزيبه بس هو لو نستفيد وإحنا حتى بنتكلمش على فكرة أن فيه رشوة أو أن فيه شيء خارج القانون لكن هو بيستمتع أو يستملح فكرة تعذيب المواطن لابد هنا الدولة تأخذ بنظرية الصواب والأقاب يعني لابد أن يعاقب كل من يعرق المشروع لأن ده أكتر كتير جدا من الإرهاب والتخريب فمهم جدا الدولة تأخذ بالها من ده وأعتقد أننا حتى مع الفكر الجديد يعني مثلا هي التنمية الصناعية أصلح بيتولها شاب من شباب المشهود لهم بالكفاءة لما كان بيتولى مركز تحديث الصناعة ده مهم جدا يعني أنا دائما عندي إيمان من الشباب هو اللي يجب أن يقود المرحلة القادمة خاصة الشباب المتعلم تعليم جيد واللي عنده قدرة على اتخاذ القرار ده أعتقد ده نموزك لابد أن يحتزى هذه التنمية الصناعية أدت أداء جاي جدا خلال العام المنصارم يعني وأصدار كثير من الرخص كان هناك توجه رئاسي أيضا وأنا آسف يعني كل الأمور دائما بترد الرئيس الجمهورية لهن هو دائما من يتخذ القرار يعني هو بيوجه أن كل الجهات الرقابية تصبح دائما للمصانع وليست معوقة أو يعني دائما بيتخذ أسلوب الغلق أنه هو عقاب فكرة العقاب لا تفيد الدولة ولا تفيد المستثمر طب دلوقتي لو هنتكلم عن احتياجات المستثمر لازم نتكلم عن فكرة التمويل وهنا بسأل حضرتك عن دور مبادرة المية وخمسين مليار جنيه في حل مشكلة التمويل اللي بتواجه بعض المستثمرين الصناعيين هو إيه؟ يعني خلينا نكون صراح مع حضرتك هو فكرة التمويل الآن عارف حضرتك فكرة الكيب النار أن حياتك إيه؟ يعني هو ما بيعليكش بس ينسيك المشاكل السابقة خلينا نتجاوز موضوع البيروقراطية ونتكلم على فكرة الشح أو بعض القرارات اللي كانت يعني ما جانبهاش صواب في وقتها متعلقة بالسياسات النقدية أو موضوع الاعتمادات المتساعدية بقى عندنا مشكلة حقيقية في عملية تدبير الدولار أو العملة ودخول مستلزمات الإنتاج أعتقد دي من الأهمية بمكاننا النهاردة لأن أنا عندما أحصل على قرد ما أعتقدش أنه حيأتي ثماره إلا لو قدرت أن أنا أدخل يعني ما فيش دولة بتنتج من الإبرة للصاروخ كل الصناعات بتعتمد على بعض المدخلات نتيجة يعني أولاً تدني الأسعار في الخارج طبعاً تعرف الماس برودكشن مثلاً في زي الدولة زي الصين بيؤدي لانخفاض السعر فهذا لديك فيه حاجات لابد زي محايتك بتعملي أمريكا بتعمل وبتاخد من الصين مدخلات إنتاج فلازم تديني دولار النهاردة وكل دولار حتنفقه على صناعات تصديرية أولاً حيرجع لك يعني ستة أو سبعة دولار تانين فاستثمار الاحتياطي أو جزء من الاحتياطي النقدي مهم جداً في القطاع الصناعي في المرحلة القادمة أيضاً في مجال الدواء يعني مثلاً كل دواء النهاردة حندعمه عشان نأتي بمدخلات إنتاج أهم كتير جداً من أن نجيب دواء مستورد بخمسلاشر أو عشرين دعوة يعني نرجع تاني لنقطة توطين الصناعة هي يعني الحجر الرئيسي اللي بيشكل كل هذا البناء شكراً جزيلاً باش مهندس محمد البهي الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والخبير الصناعي شكراً جزيلاً على وجود حضرتك شرفت بحضرتك بعد الفاصل اللقاء مع المهندس روماني رزق الله استشاري تحول الرقمي والحديث معه سيكون حول أهمية البصمة الكربونية في قطاع تكنولوجيا في ظل تغير المناخ ابقوا معنا أهلاً بكم مجدداً يوفر الذكاء الاصطناعي عدداً من الأدوات التي يمكن من خلالها أن يضيف إلى جهود الحد من تغيرات المناخية سواءً فيما يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تحليل كميات ضخمة من البيانات لفهم أفضل وسيلة لاستخدام الموارد بكفاءة وكذلك بالنسبة للتنبؤ بالأحداث المناخية وتطوير التاقة المتجددة علاوة على إدارة النقل والتنقل الذكي ودور التطبيقات للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون في الصناعات وطبعاً غير ذلك للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا في الستوديو المهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي أهلاً وسهلاً باش مهندس باش مهندس يعني احنا ذكرنا عدد من الجوانب اللي ممكن عن طريقها الذكاء الصناعي يبقى مرتبط بمحاربة التغيرات المناخية لو تشرح لنا ببساطة هذه الجوانب بصي فاندم التغيرات المناخية والذكاء الصناعي دلوقتي دول أنا بشوف أنه من هنا نقدر نفهم أنه أهمية الزكاء الصناعي والتكنولوجيا الحديثة زي أنها تقدر توصلني لل زي ما قولوا العالم الأخضر والاقتصاد الأخضر وكل الحاجات المناخية الجميلة طيب كمان بيصار دلوقتي أنه لا ده الزكاء الصناعي ممكن يحدث انبعاثات ويؤثر على المعامل الكربوني وكذا طيب هو هنفهم أنه الزكاء الصناعي هو بيستخدم ماشين والماشين دي الألات اللي هي الكمبيوترز يعني والكمبيوترز والبروسيسورز دي أنا بزكي هذه الماشين بأن أنا بدخل لها نولوج وديتا بطريقة معينة وأخرى عشان بس ما نقولش كلام تكنولوجي صعب على صدر المشاهدين ده هو اللي بيقدر يخلي هذه الماشين تبقى زكية ومن هنا كلمة الزكاء الصناعي تمام فاندي طب العمليات بتاعت البروسيسنج دي بتتطلب طقة كهربائية كبيرة جدا وبالتالي بتتطلب كولينج تبريد كبير جدا طب ده بيستهلك كهرباء أنا بحاول أبصت طيب وبالتالي ده بيحدث انبعاثات طب الأجهزة دي بعد وقت هيتم تخلص منها وإحلال المحلها طب ده الماشينز دي ممكن يبقى تخلص منها غير آمن أو بيحدث انبعاثات أخرى بيئية طيب لكن لكن أنا أقدر أتعامل هو ده بقى البحث والتطوير في التكنولوجيات الحديثة التكنولوجيات حديثة فمهم جدا أنها طول الوقت أطور والتكنولوجي بتشتغل دايما على الحاجتين يا فندس إزاي أنا أزود بروسسينج وقل الثيكنيس بتاع الماشين يعني لو حضرك بصيتي زمان كان فيه مين فريمز كبيرة بقى بشرينك 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 لغاية ما عندي حاجات صغيرة جدا فبالتالي إنما تكون صغيرة يبقى كولينج بتاعها أقل أقل كتير فبالتالي المخاطر على البيئة من يعني هذه العملية هتكون أقل بالزبط طيب في دايما مصطلح بيتم الحديث عنه في هذا الملف البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي إيه هي البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي بس يا فندم البصمة الكربونية هي بصمة دايما أي إمبعاث بيخرج منه كربون وهو ده اللي بيدر بالبيئة فأي صناعات لها بصمة الكربونية وبالتالي صناعة التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي دي بيتصناع فليها بصمة كربونية لها الإمبعاثات اللي تتولد منها وتضر بالمناخ والبيئة واللي أنا شرحتهم اللي هو إزاي إن أنا بقى بروساس كتير فبقى محتاج كهربا وتبريد والنفس الماشين دي بعملية إحلاله وتجديد لها هي إزاي أنا أعمل لها ريسايكلينج ريسايكلينج آمن فهو ده هو ده اللي تشالنج هو ده اللي إحنا كمجتمعات تكنولوجيا بنشتغل عليه إزاي نطور ده ونحيده وإزاي ناخده في الاتجاه المفيد إذا أنا أقول لحضرتك ده ممكن يحدث بصمة كربونية وإمبعاثات بس طب إزاي أنا أقللها إزاي بقى أقللها أن أنا أستخدم طاقة متجددة ليه أنا ماستخدمش سولر سيستم لتشغيل هذه البروسيسينج تولز وكذا والماشين ليه ماستخدمش إزاي يبقى عندي طاقة رياح وطاقة شمسية وطاقات نظيفة وصديقة للبيئة تقدر والهايرجين الأخضر إزاي كل ده يبقى هو اللي بيشتخدم فيه عملية الطاقة اللي بيستفيد منها الزكاة الصناعية طيب الزكاة الصناعية بيعمل لي حاجات بقى مفيدة جدا جدا بتحسن بيئة زي موقع تحرك في بداية الكلام فببساطة شديدة أنا أن أنا أعمل للمناخ ده حاجة جميلة جدا طيب الخطوة دي في ظل التغيرات المناخية اللي احنا شايفينها بقت التغيرات في مثلا الظواهر المناخية زي الأعصير زي النينيوس زي الكذا بقت عنيفة جدا وبقى صعب التنبؤ بيها لأي مدى ممكن دي تكون تكون دقيقة ما هو ده أهمية الزكاة الصناعية الزكاة الصناعية الأكيروسي بتيجي منين خلينا نشرح الأول الأكيروسي بتيجي منين قدرتك على تحليل بيانات كثيرة جدا والتعاطي معها ده بيزود لك نسبة التنبؤ دقة التنبؤ بالزبط كده واخد بالحضرتك فده حاجة مهمة جدا فإيه اللي بيساعدني في أنه نعمل ده الزكاة الصناعية لأنه أنا بغزي الماشين دلوقتي احنا بنشوف الماشين بتتغزى ب175 مليار مليار معلومة 175 مليار معلومة فبطلع من ده ماشين زكية فما بالك بقى كل ما بغزي أكتر كل ما يبقى عندي قدرة التنبؤ رايحة لأكيروسي وبنسبة صحة كبيرة هنا بقى أهمية وهنا أهمية الزكاة الصناعية في كل حاجة على فكرة طيب احنا تكلمنا عن فكرة التنبؤ بالتغيرات المناخية أو بالظواهر المناخية مع تزايد الاستخدامات والتطبيقات اللي طبعا بتستهلك كميات متزايدة من الكهرباء وزي ما حضرتك شرحت أنه هذه السايكل يعني بتمشي ازاي وأنه أثرها ايه على البيئة هل تتوقع أنه الذكاء الاصطناعي فعلا هيحل المشكلة دي ولا هيساهم بنسبة ولو بنسبة قد إيه بصي فندم دايما ما فيش حاجة بوصل اللي هو بحل توتلي لا طيب احنا طول ده وقت وكل الوقت احنا عندنا تشالنج لكن هو هيحل بنسبة كبيرة جدا أنه هو الزكاء الصناعي دوره أنه يبقى فاسيليتيتور كبير قوي مسهل ها مهم جدا جدا وفي حاجات كتير جدا يعني عايز أقول له حركة في قطاع المناخ ده مهم جدا جدا طب إزاي بقى يبقى عندي مدن زكية بتستخدم الزكاء الصناعي طب ما هو ده هيقلل الانبعثات أنه يبقى بستخدم بسز بستخدم تولز كلها بتستخدم التكنولوجي وبيدعمها زكاء الصناعي بيديها يعني أنه مثلا ده يبقى ماشي جوه اوتوميشن معين ميكانة معينة ده بيقلل بيقلل الانبعثات وبيقلل وبيحسن من المناخ كتير جدا طيب في الصناعة طب أنا بطور في الصناعة بقدر أبعمل حاجات بتقدر تخدمني بطريقة فيها نوع من التصارع وده برضو أنا بقول دايما كل حاجة جديدة لها مميزات وعيوب طبعا فالزكاء الصناعي زي أي حاجة لها مميزات يعوب بس احنا دورنا احنا دورنا ان احنا نحاول نقلل من العيوب دي وانحيادها وانا شايف انه زكاء الصناعي عيوبه سهلة جدا وقدرة ان احنا نحاولها وبرضو ما نخافش منه يعني أنا اي اهم هذه العيوب بصي فاندم العيوب احنا بنتكلم على انه ممكن يستبدل الانسان ويقوم بدوره دي اكتر حاجة عاملة هاجس في الكرة الارضية كلها ومخوفة الناس طيب أنا لا انا استخدمه ما خلهوش بقى ما حطش احط له سنسور واشوف رابط بيحاكي الانسان ويبقى زي الانسان وابتدي ادخله ده مش صح يا جماعة قوي يعني انا انا استخدم التول دي بس ما وصلهاش ما احنا اللي بنعمل ده بنافسين ما نعملش بقى ان انا احاكي وحط له سنسورز يشم ويحس ومش مش عايز ده قوي انا عايزه يساعدني ويعملي ويحسن من الاتموسفير بتاع حياتنا لكن هو دايما ما يبقاش الاجزاجيريشن دايما انا اقول الاجزاجيريشن في التكنولوجي هارمفول يا جماعة مش احسن حاجة اكيد هو عموما المبلغة في اي حاجة بتبقى بزبط الاكستريم مضرة اكتر منها مفيدة ولكن لو رجعنا لنقطة البصمة الكربونية يا باش مهندس هل في بيانات شملة لحجم البصمة الكربونية الاجمالية لذكاء الصناعي بوسي يا فندم وهو في رقم اقدر اقول لحضرتك ان كل عملية من عمليات الذكاء الصناعي بتطلع 500 طن من الامبعاثات لكن هو انا عندي كام شركة بتعمل كام عملية وتقريبا في حدود فيه 12 شركة تكنولوجيا بتشغل في الذكاء الصناعي دلوقتي الكوبارية بيعملوا كام عملية ده غير محصة لو انا قلته بنقول رقم وانا يعني قبل ما جي هنا حاولت اشوف ارقام في الحتة دي لا انا اقدر اشوف الوحدة وحدة العملية اللي بيانتجعنا بيانتجيني 500 طن من الامبعاثات طب ال 12 شركة دول توزيعهم الجغرافية عامل ازاي على فكرة ده سؤال زكي جدا لانه خلي بالك بقى احنا لو توزيع الجغرافي بتاع الشركات دي متوزع العالم كويس هيبقى الامبعاث متوزع العالم متوزع العالم فهي هو هو مش متوزع للأسف مش متوزع طبعا امريكا وطايوان والصين هو دي المناطق اللي فيها الشركات دي دلوقت ونصيب اوروبا من الشركات لا طبعا اوروبا فيه يعني انا بشوف هولندا فيها شركات المانيا فيها شركات متهيقلي فرنسا برضو يعني ماهوش خلي بالك احنا منتكلم على 12 شركة في العالم ده رقم مض يعني لانه دي تكنولوجيا جديدة وطول جديد احنا هو طبعا موجود ليه وقت بس تأثيره في الحياة الاقتصادية هو الاخر خمس ست سنين سبع سنين اللي فاتوا ابتدى نشوف التصارع بتاع اهمية الزكاء الصناعي وازاي هو قادر يخش يبقى انا بشوف انه حجر رئيسي جدا في التطور التكنولوجي الجديد والتكنولوجيا بتمر بمراحل يعني في وقت كانت تكنولوجيا قامتها في انها تسيف ديتا ثم تبروسيس ديتا دلوقتي تبروديكت انفورميشن هو انها تتنبأ والتنبؤ ده جزء منه زكاء الصناعي او جزء كبير طيب احنا اتكلمنا عن فكرة الخمسمائة طن وتكلمنا عن البصمة الكربونية هل في دراسات او مثلا ابحاث معينة رصدت بشكل او باخر حجم الخسائر من الاثار دي بصي عايز اقولك حاجة تاني انا بتكلم انه القطاع ده القطاع التكنولوجي انا بشوفه قطاع اخضر وقطاع نظيف بنسبة كبيرة اه بيتم بيأثر على زي ما قلت الحركة وحتة الانبعاث والكهرباء واستخدام البروسيسينج وكذا والاجهزة نفسها اعادة تدورها لكن لما تبصي للبنمه دايما الحاجة بتعملي ايه وبتفدني في ايه بتفدني في ايه الدرر اللي بتحدثه هو زيرو بوينت زي ما بقول زيرو بوينت زيرو كمان في تأديري انا ما اقدرش وما فيش رقم بيقول ده لانه زي ما بقول لحضرتك دي الدراسات دي محتاجة مراكز الابحاث تبتدي الشغل عليها وكمان عشان ظاهرة يعني جديدة نسبيا اه جديدة طبعا ما نقدرش لكن احنا قادرين نشوف بقول لحضركة في محددات معينة بتورينا انه لا انا بشوف انه لا هذه التكنولوجيا اضافتها للمجتمع وعايز اقول لحضرك حاجة التكنولوجيات دي والزكاة الصناعية بتفيد زي القدرات الخاصة جدا يعني بنشوف المكفوفين اهميتها زي الاحتياجات انا بتعمل لهم حاجات مبهرة جدا 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 وبتعمل لهم بتساعدهم مساعدات كبيرة جدا فانا بشوف انه دي حاجات كانت في وقت من الوقات مبهرة وبتفيد المجتمع جدا شكرا جزيلا بش مهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي على هذه المعلومات بتشرف دايما في الختام مشاهدين بشكر حضرتكم على حسن المتابعة هذه تحياتي انا انجي طاهر وتحيات فريق العمل دمتم في امان الان